اشتركوا في القناة في الحديث بقية كنا في البرنامج السابق قد استضفنا الجمهور الاردني واستضفنا اسئلته التي كانت تتحدث عن اللقاح ومعمونيته بيروس كورونا التحور الجديد الذي حدث والذي اصبح البعض يتنداوله بخوف ورعب شديد وقلنا بان هذه الاسئلة كلياتها وهذه الاستفسارات ان شاء الله سنحاول في الحلقة المقبلة ان نستضيف من يستطيع الاجابة عليها ومن يمتلك حق الاجابة عليها اليوم ضيفنا الدكتور الكبير الدكتور فراس الهواري رئيس المجلس الوطني لمكافحة الاوبئة والامراض السارية الله يمسك بخير دكتور أسأل خير بعينك الله عاية سئلة الناس بتعرف عاية سئلة الناس كثيرة وبيوس كورونا عملنا ارباك زي ما بيحكوها نعم خلينا نبلش بأهم شيء واللي انا ربا بعدها راح اترك تتحدث فيه كما تشاء التحور الذي حدث هناك من تناقل على انه كوفيد توينتي وكأنه فصل هذه السلالة من المرض بفيروس جديد هناك من تحدث على انه الان اصبح الامر خطير وقد تكون اللقاحات المكتشفة ليست ذي جدوى مع هذه السلسلة رعب يدب وخصوصا في الاعلام وبكل امانة كل الاعلام قابت تحدث عن هذا الموضوع اغلاقات الكثير من الحديث هل نحن امام فيروس جديد هل اللقاحات الموجودة يستمر مفعولها كما هو الحال على ما تم فحصه في السابق ما هي الحقيقة ممتاز يعني هذه فعلا اليوم حديث الشارع هذه الاسئلة يعني خليني انا الخص كل شيء بانه ما حدث من تحور في هذا الفيروس لم يغير اي من القواعد او قواعد التعامل معه اللي تعلمناها من بداية الازمة لا من حيث الاعراض وشدة المرض ولا من حيث الاستجابة وفعالية المطاعيم خلينا نتابع اللي حدث خلال اليومين وانا يمكن هذه من الاشياء اللي اتمنى من جميع المشاهدين ومن جميع المراقبين ان يلحظوا بعض الاشارات اللي ظهرت خلال اليومين في اول تصريحات على القنوات الاجنبية وخاصة اللي خرجت من بريطانيا سمت الفيروس باسم سلالة او سترين استخدمت كلمة سترين اليوم صار في تحول في التسمية بدأوا يستخدموا كلمة فيرينت او تحور او تغير يعني وبالتالي قاموا بتخفيف التغير اللي صار يعني عندما نتحدث عن سترين وكأنه اصبح لدينا فيروس جديد وكأنه بدنا نبدأ بالازمة من اول وجديد هذا الكلام غير صحيح فاليوم قدروا انهم يغيروا هذه التسمية حتى يخففوا من شدة افرها وسموا فيرينت او هو نوع من التحور او يصير فيه عندنا يعني شكلين الى نفس الفيروس على ماذا يدل ذلك الفيروس يغطى سطحه باشواك هذه الاشواك هي اللي اكسبت هذا الفيروس قدرته على الالتصاق بانسجة الجسم وخلاياها ومن ثم الدخول الى هذه الخلايا التحور اللي صار يعتقد ولم يثبت هو تم اكتشافه في المختبر وجدوا انه التحور في هذه الجينات اليوم في منطقتين جعلت من هذا الفيروس اكثر قدرة على ان يقوم بالالتصاق في مستقبلات اسمها اس 2 موجودة على سطح الخلايا ومن ثم الدخول الى الخلية لكن حتى اصحاب البحث العلمي اللي نشر هذه الدراسة او هذا الاكتشاف قالوا انه اليوم دراساتهم مبنية اكثر على الحساب والمعادلات الغياضية مبنية اكثر على الاستنتاج لما وجدوا انه 60% من الحالات اللي موجودة حاليا في بريطانيا يبدو انها من هذا النوع من الفيروسات لكن قالوا ايضا في نفس الورقة العلمية انه احنا لا يوجد لدينا دليل علمي على ان هذا الفيروس بالشكل الحالي هو اشد ضراوة ولا ان هذا الفيروس بالشكل الحالي لن يستجيب للقاحات وانه سيتغلب عليها اللقاحات كون الطفرة الجينية حدثت في مناطق محددة من المفترض ان اللقاحات تغطي جميع او كثير من المناطق الموجودة على الاشواك هذه وبالتالي لا تزال اللقاحات فعالة ضد هذا الفيروس النقطة الثانية اللي حاب انا انوه الها ان اكتشاف هذا الفيروس حدث في شهر تسعة واحنا اليوم شهر اطمعاش فهو موجود من شهر تسعة حتى اليوم وظهرت الاصابات وازدادت لكن تم الاعلان بشهر اطمعاش عنها شو عن هذا الكلام؟ معناها الفيروس هذا منتشر اليوم ليس فقط في بريطانيا وانما في كل انحاء الكرة الارضية والسبب هو يمكن صدرت بعض التصريحات من الولايات المتحدة وخاصة من دكتور فاوتشي اللي هو خبير في هذه الامور وقال بالحرف قال احنا لو بحثنا اليوم عن هذه الطفرة لو وجدناها بما معنى احنا حتى ما بدنا نبحث لانه لن تؤثر على مسار التعامل وطوق الاشتباك مع هذا الفيروس واليوم تزداد تزداد قائمة الدول التي اعلنت عن وجود هذا الفيروس على اراضيها فبالتالي اليوم احنا رأينا شوية من التوتر اللي صار خلال اليومين السابقين انا بعتقد ان شاء الله خلال اسبوع واسبوعين ستنتهي حالة التوتر سيكون هناك اجماع من دول العالم على ان هذا الفيروس اصلا موجود وهو ناتج ليس بسبب انتقال شخص على سبيل المثال من بريطانيا الى الدولة المجاورة ولكنه هو نتاج طبيعي لآلية تكاثر هذا الفيروس ونتيجة لانتشار المجتمعي وتكاثره بشكل كبير شيء طبيعي وخاصة في الفيروسات اللي منسميها RNA وهذا احدها ان تحدث هذه الطفرات الجينية بس الدكتور مش بقصد المقاطعة انت تحدثت بانه نشأت هذه الطفرة ليس بسبب انتقال شخص من مكان ليس بالضرورة نعم اذا فبماذا تفسر هذه الاغلاقات ومنع السفر عن دولة مثل بريطانيا صحيح الاغلاقات هذه ان الدول اليوم سمعت بهذا الاكتشاف لكن اليوم لما تبدأ الدول تفحص انواع الفيروسات الموجودة عندها ويتضح لها ان هذه الفيروسات موجودة هذا يعني انه الاغلاق لم يعد له فائدة وهذا ما قالته عديد من الدول او العلماء في بعض الدول يعني انشهد اليوم دولة مثل الولايات المتحدة على علمي حتى هذه اللحظة لم يصدر قرار بعدم استقبال الطائرات القادمة من بريطانيا فانا بتوقع اليوم شيء اليوم من باب الاحتراز والحذر الشديد وبسبب معاناة الشعوب من هذه الازمة كان اسهل عليها ان تقوم بالاغلاق لكن نريد ان نطمئن الناس هذا الاغلاق سيكون باذن الله مؤقتا لن يستمر لفترات طويلة ولن يعني يتغير حتى الى اغلاقات اشد على العكس انا بعتقد اليوم العالم يتجه بخطوات اكثر نحو الطمأنينة بسبب وجود المطاعيم والطاعات يعني الاردن راحت احترازيا لمنع استقبال الطائرات من بريطانيا اكيد احترازيا وليس من باب انه تخوف معين لا لا طبعا لا لانه يعني هو شيء لن يكلفنا الكثير صحيح ومزعج لكن سيكلفنا الكثير لو كنا غير متأكدين انه فعلا هذا الفيروس يتحور ويتطور كون اليوم المعلومات الطبية تتوالى علينا بسرعة اذا لا ضرر من انك تغلق يومين وثلاثة واسبوع وستظهر الحقائق خلال هذا الاسبوع يعني اليوم كنا نسمع على سبيل المثال انه فرنسا قررت انه خلال اليومين القادمين ستبدأ بفتح الحدود البلغية مع بريطانيا وعملية دخول الشاحنات فهذا ما نقوله انه اليوم هناك مستوى من التوتر عالي عن جميع الدول عندما يحدث امر كهذا الاسلم ودائما صحة المواطن في جميع هذه الدول هي في المقام الاول الاسلم ان تتخذ القرار الاحترازي والاجراء الاحترازي حتى تتحقق من بعض المعلومات اليوم هذه المعلومات بدأت تظهر على سبيل المثال خففنا من سلالة اصبح الى تحور في الفيروس بدأنا اليوم نرى كثير من الدول تقول هذا الفيروس موجود عندنا اذا لم يأتي النا بالضرورة من بريطانيا وانما هو نتاج تطور طبيعي لهذا الفيروس فبالتالي خلال الايام القادمة ان شاء الله سنشهد الانفراج باذن الله والعودة الى ما كنا عليه من مستويات الطمأنينة زيادة الانتشار بسبب هذا التحور لا يعني زيادة شدة المرض لكن يفرض علينا التبعات وهي زيادة الحذر يعني الاردن خطأ خطوات جيدة خفض المنحنى الوبائي والنسبة الايجابية بسبب اجراءات من جهة وبسبب الالتزام المواطن من جهة يجب ان يستمر هذا الالتزام جميل يعني الدكتور فلاص انت تؤكد بانه الطفرة الجديدة ليست فيروس جديد هو فيروس نفسه ولكن حدث عليه بعض التطورات لا تؤثر في جوانب متعددة لا تؤثر من ناحية اللقاح واللي انا سأسألك عن هذا الموضوع وانت تؤكد بانه هذا وضع طبيعي متوقع ومتوقع من قبل الدارسين علميا وجوز انا كمان استماعت الى ما تحدث في الدكتور فاوشي في امريكا حول هذه القصة بانهم لا يولون شأنا كبيرا الى هذا التحور ولكن اليوم احنا عنا في المملكة الاردنية الهاشمية نقوم في تجارب على اللقاح الصيني واللقاح الصيني هو المنظومة الكلاسيكية في اللقاحات او الطريقة الكلاسيكية في اللقاحات وهي ان نأتي في فيروس ميت وزع في جسم الانسان لبناء اجساد مضادة طب كيف يستوي ذلك اذا كان هذا الفيروس القديم خنفترض الغير متحور هو اللي زرعناه وإحنا صار عندنا فيروس متحور هل تبقى فاعلية هذا اللقاح ام لا اكيد لانه احنا مثل ما حكينا انه التحور حصل على نقطتين بسيطات في الاشواك الظاهرة فالاجسام المضادة تتكون الى اجزاء عديدة في هذه الاشواك ليس فقط الى المناطق اللي حصلت فيها الطفرات الجينية اضافة الى اجسام مضادة في مناطق وبروتينات اخرى موجودة على خارج قشرة هذا الفيروس وما يحمله فبالتالي احنا لا نعتمد على فقط منطقة بسيطة حصل فيها التحور وانما على مناطق اوسع وبالتالي ستستمر فعالية هذا الفيروس ولكن قد يحدث في التطور في هذا الفيروس مستقبل وتكون في طفرات جينية اكبر ويتغير شكله وهذا ما بصير معنى كل عام في مطعوم الانفلونزا وبالتالي ستقوم الدول دائما بمراجعة وانتاج نوعية تطوير اللقاح هذا الشيء متعارف عليه احنا هذه الازمة قذبت حقيقة المواطن والاعلام الى القطاع الطبي بشكل لم يكن موجودا في السابق يعني ما كان تعرف المواطن على مصطلحات وعلى طرق التصنيع وعلى مفاهيم جديد للعناية الحثيثة واجهزة التنفس الاصطناعي هذه اشياء ما كان المواطن على اتصال فيها عن قرب هذه الازمة اليوم قذبت المواطن والاعلام الى الطب بشكل كبير فاحنا كثير من الاسئلة التي تواجهنا حقيقة هي اسئلة معتادين عليها هي ليست بالنسبة انها جديدة دائما نواجهها والاجابات عليها علمية واضحة وموفقة من عشرات اذا لم يكن اكثر من السنين تتحملنا دكتور فراس نطلبك اليوم بان تقنعنا باللقاح سواء مودرنا فايزر سبوتنيك حتى اللقاح الصيني الاماراتي وهو النتيجة اليوم الشارع الاردني يشكك في هذا اللقاح ولا اقول غالبيته بل بعضه والناس الغير قريبة الى الاختصاص اليوم عندنا ملاحظات كثيرة على موضوع اللقاح وفي شائعات كبيرة كمان قاعدة تنتشر والحلقة الماضية مع الناس الناس عندها تخوف كبير يعني احدهم يتحدث عن وفاة اذا اخذ اللقاح احدهم يتحدث عن شريحة لمراقبته اذا اخذ اللقاح احدهم يتحدث عن انه هذا اللقاح مدى مأمونيته غير مضمونة نهائيا وبكل امانة حتى نكون كمان صادقين هذا اللقاح مراحل اعداده تم اختصارها يعني لم ياخذ المراحل الزمنية الكاملة وذلك بسبب الجائحة كيف ترد على هذه الشائعات خلينا ناخذ الشائعات او التساؤل خلينا نحكي بشقيه الشق الاول اللي بتحدث من منطلق الجيب اللي بدا تنحط نظرية المؤامرة بشكل عام خلينا ناخذ هذا الشق اولا ونتحدث عن الشق العلمي ثانيا في الشق الاول يجب ان نقول كالتالي لا يوجد اي لقاح في الاردن اليوم مصنع محليا لذلك لو كان هناك فيه تفكير باضافة اي شيء للقاحات او زرع اي شيء في اللقاحات فباستطاعة من يفكر بهذا الكلام ان يضعوا في اللقاحات اللي بنستوردها اليوم ونعطيها لاطفالنا مع كل ولاده فبالتالي ما في داعي انهم يستغلوا هذا اللقاح وفي ظل هذه الضج العالمي الكبير والتردد من الناس لا يضيفوها للقاحات الموجودة بانتهى مع ان هذا الكلام لن يعني يكون مقبولا ولا يحدث لا يحدث حقيقة يعني هذا فيما يتعلق بشق خلينا نسميها نظرية الشكوك في هذا اللقاح الآن من النواحي العلمية وتطوير هذا اللقاح حقيقة لم يتم اختصار الكثير من الخطوات في انتاج اللقاح ما تم اليوم فرضته ظروف المرض على ارض الواقع يمكن الخطوة الوحيدة اللي هي الآن تنقصنا اللي هي سلامة هذا اللقاح على المدى البعيد اللي هو لما نتحدث عن سلامة اي شيء لعدد السنوات الطويلة هذا الكلام حتى في الادوية موجود الفرق بين ليش من نتقبله احنا في الدواء وما من نتقبله في اللقاح كثير الدواء دائما يعطى لمريض والمريض دائما يتعلق بأي سبب للشفاء فبالتالي مستعد ان يغامر ببعض الاعراض الجانبية ولكن في ظل ان يشفى والدليل على ذلك اليوم لو توجه اي مواطن الى صيدليته في المنزل واخذ احد ادوية الصداع وكلنا منعرفها في البيت وعندنا موجودة واخذ النشر من داخلها ونظر الها اعراض جانبية مخيفة ومن الاعراض الجانبية لهذا الدواء سيكون الصداع وهو عم بياخده للصداع فلو كل واحد فينا بده يقرأ هذه الاعراض الجانبية لما اخذ اي دواء في الدنيا الان فيما يتعلق في اللقاح كان هناك تنافس محموم بين الشركات يعني عندنا شركات عالمية كبرى استخدم طرق مختلفة منها متشابه مثل فايزر وموديرنا ومنها يختلف ما يطمئن بالنسبة للقاح انه عند اختبار هذه اللقاحات في الدراسات ما قبل السريرية وعادة تستعمل على الحيوانات ومن ثم في الدراسة اللي بنسميها فيز ون او المرحلة الاولى ومن ثم الثاني ومن ثم المرحلة الثالثة اللي تحتوي عادة على الالاف نتحدث عن اربعين الف او اكثر من الاشخاص اللي اخذوا هذه اللقاحات حقيقة لم تظهر اعراض جانبية تستدعي ايقاف اي من هذه اللقاحات يعني معظم الاعراض الجانبية كانت اعراض موضعية كان هناك في تحسس لكن هذا التحسس حدث عند الاشخاص اللي عندهم الحساسية المفرطة واللي عادة ما يكون حامل معه قلم بنسميه احنا فيه دواء اسمه ابنفرن بحيث اذا اكل اي شيء وتحسس اله لازم يرق النفسه وإلا بموت هذا هو الناس اللي عندهم هذا الفرق من الحساسية اللي بيستدعي حملهم لهذا النوع من الادوية وحقن انفسهم فيها هم فقط اللي اليوم لا ينصح بانهم يأخذوا اللقاح اما فيما يتعلق بما سمعنا على سبيل المثال بالوفيات احنا لما نعمل دراسة على اربعين الف شخص قسم او نصفهم اخذ اللقاح الوهمي ونصفهم اخذوا اللقاح الحقيقي توفي اربعة من اللي اخذوا اللقاح الوهمي واثنين من اللقاح الحقيقي اليوم لو لحقنا اليوم قمنا بعملية تقصي لأربعين الف شخص خلال فترة من الزمن من المرجح ان يتوفى بعض الاشخاص طبيعيا يعني هذه وفاة ليس نتيجة للقاح وانما نتيجة لامراض اخرى حوادث اخرى لكن دائما في عملية البحث السريعي يجب ان تسجل هذه الوفيات حتى يكون هناك شفافية في الموضوع فاللقاحات اللي وجدت اليوم حسب الدراسات اللي تم اجراءها لم يظهر اي شيء يستدعي عدم اخذ هذه اللقاحات خاصة في ضمن ما كشف عنه واليوم نرى رؤساء دول يأخذ هذه اللقاحات دول عظمة نرى مشاهير العالم يأخذ هذه اللقاحات ولدينا اليوم في الاردن افضلي انه اليوم احنا اللقاح قد يصلنا بشهر اثنين او شهر ثلاثة من الان حتى شهر ثلاثة نشوف الناس بره مئات الالاف اذا لم يكن الملايين سيكونوا قد اخذوا هذا اللقاح واذا لا سمح الله صار فيه اي مشاكل سيكون من الصعب اخفائها وبالتالي سنكون اقدر على اخذ هذا القرار واللي اليوم انا استطيع ان اقولها بثقة لا يوجد حتى اللحظة ما يمنع من اخذ هذه اللقاحات جميل طب دكتور الان في خصوص اللقاحات هل يعني بظنك الشخص الان كطبيب مختص ومطلع وبدو بتابع النشرات اولا باول هل هناك علاقة ما بين التنافس التجاري ولهذه الشركات العظمى التي تتنافس على حصة مالية لان نحكي بيزنس بعيدا عن اللقاح هل هناك علاقة بين هذا التنافس المحموم وما بين كم الشائعات اللي قاعدين بنشوفه يعني قد يكون لكن من الصعب اثباته وانا بعتقد هذه كلها الشركات عالمية حقيقة ذات سمعة مرموقة قامت بعمل شيء يعني يجب ان نقر ونعترف فيه هو خارق وفوق العادة حقيقة ما تم واستخدموا تقنيات حديثة واثبتوا اليوم انه احنا خاصة في عالمنا العربي بامس الحاجة ان نلحق بهذا الذكب من العلم والعلماء يجب ان نرتقي بمستوانا بالعلم والبحث العلمي يعني حتى لا نكون دائما بمقعد المتفرج والمتسائل والمشوش بانه هل في مؤامرة ضدنا او لا فنصنع لقاحاتنا ان شاء الله بأيدينا فيهم للايام او نساهم على الاقل فيها هذه الشركات مرموقة شركات علمية كبيرة اليوم في الغالب كل واحد اليوم في بيته يجد دواء مصنع من قبل احدى هذه الشركات موجود دواء موجود في بيوتنا اليوم ادويتهم احنا نأخذ هذه الادوية سواء المودرنة السبوتنيك الفايزر يعني فايزر معروف ومشهورة ادويته بشكل كبير استرزانيكا معروفة ادويتها وبشكل كبير فهذه الشركات لها باع طويل ولن تغامر بسمعتها العلمية اكيد هدفها ربي احمد موجود لكن انا بعتقد حتى في ظل هذه الجائحة التنافس كان علميا يعني اذا بنلاحظ اليوم عندما حاولت احدى الشركات ان تنافس الشركة الاخرى نأخذ فايزر ومودرنة مودرنة صنعت لقاح لا يحتاج الجرعة الثانية لا يجب ان تتم خلال ثلاثة اسابيع بمكان ننتظر اربع اسابيع اي نقطة النقطة الثانية لا تحتاج الى درجات الحرارة المتدنية مثل فايزر فوجدت لنفسها تميز علمي ليس من خلال الاشاعات وانما من خلال جودة المنتج وبالتالي هم ليسوا بحاجة حقيقة لذلك اليوم نرى انه كان فيه سباق من قبل فايزر حتى تكون الاولى وتبدأ لانها تعلم اليوم اذا ما توفر البديل يعني اليوم لو تخير الاردن وما عندنا الا فايزر ومودرنة رح يختار الاردن مودرنة بسبب درجات الحرارة فما بنحتاج نشتري احنا الثلاجات المعقدة فبنوفر فبالتالي التنافس حتى الان وما يظهر لنا هو تنافس علمي ومبني على جودة المنتج دي اسألك سؤال ممكن يعني يكون خارج عن نطاق المألوف ولكن دي اعتذر اني دي اسأله ومن حق الناس تستمع الى اجابة علمية ومنطقية في يوم الايام كان فيه دراسة عن احدى الادوية الموجودة والمعروفة لدى الجميع فكان فيه تساؤل طبي انه تركيبة هذا الدواء وهو معروف جدا ديش اذكر اسمه لانه بجوز يعني يكون فيه تعتبر رساءة ولكن لا اقصد رساءة تركيبة هذا الدواء في الشرق الاوسط تختلف عن نفس هذا الدواء في بريطانيا يعني جابوا علبتين علبة من بريطانيا وعلبة من الاردن فاكتشفوا انه التركيبة الموجودة في العلبة الموجودة في بريطانيا تختلف عن التركيبة الموجودة في الشرق الاوسط هذا يدفعني لسؤال هل المطعيم التي سوف تمنح في اوروبا وامريكا نفسها اللي راح تكون للشرق الاوسط ام لا انا مش على علم بهذا لا اعلم حقيقة هذا الدواء ولكن ساجيب كالتالي خطوط الانتاج الحالية بالكاد تكفي حاجة الدول فكيف ستقوم بتفريغ خطوط انتاج فقط لدول شرق الاوسط مقابل خطوط انتاج لدول اوروبا وامريكا هذا صعب جدا نعود براء اخرى اذا كنا عندنا هذا المستوى من الشك فعلينا ان نشك في كل لقاح موجود الان في الاردن وليس فقط هذا اللقاح من الاولى ان نشك في اللقاحات اللي بنعطيها لاطفالنا اليوم مطاعيم الحصب والانفلونزا ومطاعيم شلل الاطفال اللي بييدنا كل يوم ناخد اطفالنا ومنعطيهم اياها اسهل على الشركات انها تغشنا وبدأ استخدم هذا الكلام لانه هذا غش انها تغشنا بهذه الطريقة اسهل عليها جدا لانه خطوط الانتاج في هذه المطاعيم جاهسة وتصنع بشكل كبير وممكن انها تحضر اي شيء لمنطقتنا وتعطينا اياها هذه امور يعني من الصعب جدا متابعتها والتفكير فيها وتبنيها لانه الحل الوحيد ان نغلق ابوابنا ونصنع دوائنا ولقاحنا اتمنى ذلك ان شاء الله يجي هذا اليوم لكن لا اعتقد انه هذه الافكار واقعية وقابلة للتحقيق لأسباب كثيرة حقيقة طب دكتور انا سؤالي برضو بنفس السياق وانا بجاوب على بعض المعلومات الضبابية من خلال الاسئلة وانا بعتذر عن طبيعة هذا السؤال هناك من يقول بان المطاعيم اللي انت استشهدت فيها الان بواخذوها ابناءنا في مطاعيم ما بيأخذوها في بلدان اخرى لا بل مانعين اذا كان يعني الشخص يحمل جنسية وجاي عنا هون ما يأخذها او يأخذها عن طريق سفار هذا اقوال تنتشر لم اسمع بهذا الكلام حقيقة ومطاعيمنا كل المطاعيم واحنا حقيقة هناك تميز في برنامج المطاعيم الاردني لانه غطى متقدم وغطى كمية كبيرة والنتائج على الارض تظهر ذلك يعني خليني اضرب المثال في الولايات المتحدة قبل سنوات قريبة مش بعيدة يعني خلال عشر سنوات حصلت هجمة كبيرة ومعارضة كبيرة لمطعوم الحصبة نزود وتم اتهام هذا المطعوم بانه يسبب التوحد واصبعت هناك دراسات شديدة على ارض الولايات المتحدة وفي اوروبا وغيرها لمحاولة اثبات هل هذا الكلام صحيح ام لا واتضح عدم صحته اذا هذه المشاكل المتعلقة بالمطاعيم ونظريات المؤامرة والتشكيك فيها لا تحدث فقط في الاردن وانما حتى على اراضي الدول المصنعة نعم يعني انا بتشكرك انك وضحت هذه الصورة واتمنى ان اكون سألت السؤال كما اريد لي ان اسأله وبشكرك على سعة صدرك بالاجابة على رغم ان السؤال يعني فيه تريك زي ما بحقوها لانه بنحكة هذا الكلام قاعد بنحكة وكانوا رابطينه بنسبة الخصوبة يعني كانوا يقولوا انه احنا تدنت نسبة الخصوبة نظرا لانه في بعض مطاعيمه من هذه القصص انا تسمح لي احكي شارعي على نسبة الخصوبة ياريت احنا عنا اهم سبب في الاردن اليوم لتدني نسبة الخصوبة واتمنى لكل من يسمع هذا الكلام اليوم ان يسمعوا وبسعة صدر اهم سبب لتدني نسبة الخصوبة اليوم في الاردن هو التدخين التدخين اليوم الاردن يحتل المرتب الاولى في العالم لماذا لا نتحدث عن نظرية المؤامرة في التدخين لماذا اليوم نحمل هذا المركب اللي هو التبغ والسجائر وندافع عنه ومكتوب على العلبة أنه هذا يؤدي إلى الوفاة ويسبب السرطان وسبع آلاف مادة كيميائية سامة ولا يأكل نبتته مع أنها خبراء وجميلة أي كائن حي ولا يحط على زهرته أي نحلة والأرض التي يزرع فيها لا ينبت فيها شيء لمدة سنتين بذلك من كل هذه الحقائق العلمية لا نضطعب ونعزي سبب نزول الخصوبة في الأردن إلى أشياء أخرى لا إحنا اليوم لو يذهب أي شخص اليوم يعاني من الإنجاب ومن صعوبة الإنجاب إلى عيادات الإخصاب الصناعي أول ما يطلب منه اليوم الإقلاع الفوري عن التدخين فإحنا اليوم نحتل المرتبة الأولى في العالم بالتدخين وليس فقط بنسبة المدخنين وإنما بنسبة ما يدخن الفرد يعني ذقم القياسي في عيادة الإقلاع عن التدخين أنه كان في مركز الحسين للسرطان شخص واحد يدخن 11 باكيت في اليوم كروز زائد واحد هذا غير الأراجيل وما شابه ذلك فمستعدين نحمل هذا الباكيت ومكتوب عليه نصيحة من الشركة المصنعة يعني الشركة المصنعة لباكيت الدخان وضعت على الباكيت أنه مركبنا هذا يسبب الوفاة ويسبب السرطان وصورة مرعبة كمان نأخذه بينما الدواء أو اللقاح اللي الشركة بتقول إحنا عمنا دراسات علمية ما في منه ضرر لا نأخذ أو نشكلك فيه هذا تناقض واضح يعني إذا كنا نريد أن نكون علميين فعلينا أن نكون علميين بشكل كامل بشكرك على هذا التوضيح دكتور متى سيكون اللقاح موجود في الأردن؟ وسأبني على جوابك سؤال يعني ما سمعنا أنه إن شاء الله في الربع الأول من العام القادم يعني متوقعين شهر اثنين شهر ثلاثة بتعرفوا يعني فيه صباق كبير على هذه اللقاحات فإن شاء الله إذا أجب شهر اثنين أو شهر ثلاثة إحنا بنكون في يعني مع نهاية شهر اثنين الكل أجمع أنه مع نهاية شهر اثنين إن شاء الله وبنكون في وقت يعني هذا جيد بالنسبة إنا حتى نرى تجربة الآخرين كميد هذا اللي هو اللقاح فايزر الذي وقد على جرعتين نعم مزبوط اليوم إحدى أمناء عام الوزرات كاتب أنه أنا أخذت اللقاح بكل تجاح وبعد 14 يوم رح أخذ الجزء الثاني ثارت موجة من التساؤلات هل اللقاح موجود في الأردن الآن ويمنح إلى الذوات وأصحاب المناصب العليا ما هي القصة أنا ما سمعت أنه اللقاح فايزر موجود لا اللقاح اللي أخذ في الأردن وتم الإعلان عنه هذا بوسائل الإعلام كان فيه دراسة للقاح الصيني الإماراتي هذا يأخذ على جرعتين يعني اللي تار عليه التساؤلات هو رح يكون اللقاح الصيني وليس فايزر لأنه اليوم يعني بصراحة هذا الموضوع يعني شكل حالي وفيه تساؤلات وبتعرف إحنا يعني بنحب دور المتحري فعلى السوشال ميديا ومسجات فهي اللقاح موجود وبمنحه لأصحاب المناصب العليا هذا الكلام غير حقيقي ما سمعت أنا بهذا الكلام لكن اللقاح الصيني الإماراتي أجاب وكان جزء من التجربة وأعلنها دولة الرئيس ومعالي وزير الصحة أو كانوا عول اثنين أخذوه موجود الآن يعني بأخذوه يعني لو واحد أنا بدي أروح أخذه بقدر أروح أخذه والله أنا لا أعلم الإجابة وأنا نفسي ما أخذته لو أعرف إنه موجود بدي أخذه لكن هو قد يعني العينات اللي أخذها الأردن عدد محدود عدد محدود من باب التجربة التجربة السريرية لأنه تعرف يعني حتى في الصين لما بدهم يحاولوا يجربوا اللقاح أنت بدك تجرب مش على بدك تجرب على جنسيات مختلفة يعني لا يجوز أن يكون اللقاح فقط على سبيل المثال في الصينيين لأنه كيف بنعرف أنه شعوب شرق المتوسط ستستجيب بنفس الطريقة إلى الشعب الصيني ونحن بنعرف أنه في جينات واضحة الفرق بين شعوبنا لذلك على سبيل المثال في دراسات فايزر لما بدأت كان في البداية إلها انتقاد لأنه لم تكن العينة ممثلة للمجتمع الأمريكي بكافة أطيافه فبالتالي أدخلوا في أثناء الدراسة الأطياف المختلفة من المجتمع الأمريكي والشرائح المختلفة من الأعمار حتى تستطيع أن تقول هذا اللقاح قابل الاستخدام على جميع المواطنين يعني أنت تؤكد بأنه وكأنك تجيب بطريقة غير مباشرة بخصوص هذا المنشور الموجود على السوشال ميديا من قبل إحدى ومناء عام الوزرات بأن هذا اللقاح هو على الأغلب اللقاح الصيني على الأغلب أنا لم أقع المنشور ولم أسمع بوجود لقاح فايزر في الأردن اليوم ولو كان لقاح فايزر موجود وأفضل كان من الأولى أن حكومتنا تأخذ هذك اللقاح لكن ما تم الحديث عنه على وسائل الإعلام هو اللقاح الصيني الإماراتي جميل الحكومة تعقدت مباشرة مع فايزر بنسبة 5% وأيضا من خلال مجموعة دولية أخرى 15% 20% هل هي كافية أم سنواجه نقصا أم أنه كافية وستزيد الآن من حيث المبدأ العشرين في المئة أنا بعتقد أنه رقب مريح جدا ليش كلنا يعلم أنه هذا الفيروس اليوم أشد خطورة على الأعمار المتقدمة في السن فاليوم لو بدنا نأخذ الأردن وتركيبته السكانية 75% من سكان الأردن دون سن الثلاثين نظبط شباب و50% من سكان الأردن دون سن العشرين ومعظم اللقاحات لم تجرب على من هم دون ال 16 عام فأيقل من 16 لا يأخذ اللقاح بعضهم تجاوز لل 16 بعدهم قال 18 فبالتالي شريحة كبيرة من المجتمع الأردني أصلا مستثنى بسبب العمر وهي الشريحة العمرية الشريحة الثانية اللي هي الإختطار فيها قليل جدا اللي هي دون سن الثلاثين يعني أعداد نادرة جدا التي تصاب بشكل شديد بهذا الفيروس وبالتالي إحنا اليوم لو نظرنا حقيقة إلى معدل عمر الإنسان في الأردن اللي بيزيد أعداد اللي بيزيد أعمارهم عن الستين خمس وستين عام هم حوالي خمسة في المئة من مجموع السكان يعني إحنا بنحكي عن خمسمائة ألف بأقصى حالاتها فلو كل الخمسمائة ألف بدنا نطاعمهم وإحنا جبنا عشرين في المئة يعني مليونين مليونين لا يزال عندنا مليون ونص يعني نطاعم من هم فوق الستين وفوق الخمسين وفوق الأربعين وحتى فوق الثلاثين إن شاءوا أنهم يأخذوا المطعوم كلهم بأكملهم سنكون قادرين من نسبة العشرين في المئة أن نوفر المطعوم بشكل كاف اختياري أم إجباري؟ هل يكون اختياري أم إجباري؟ لا يوجد حتى اللحظة في العالم شيء إجباري قد تجبر الإنسان الظروف يعني كلنا يذكر ولحد زمن قريب قبل ما تذهب إلى دولة أو عندما تصل إلى دولة معينة يجب أن تقوم بإجراء فقوصات معينة أو تبرز شهادة مطاعيم معينة الآن إذا الإنسان يقدر أنه ما يذهب خارج الأردن وسيبقى بالأردن ما حد رح يجبره لكن إذا كانت قوانين الدول الأخرى تقول لن تصعد إلى الطائرة إلا إذا كنت ما أخذ المطعم يجب أن يجب فالإنسان هنا بدي وازن ما بين حاجاته ونشاطه وما بين أخذ المطعم يعني خليني أقربها أكثر إحنا ليش بالنسبة إنا إحنا كأطباء وكعملين في القطاع الصحي هذا مش غريب إحنا مجبرين خاصة من عمل في البلدان الغربية توقف عن العمل إذا لم تأخذ مطعم الإنفلونزا تسحب منك كل صلاحياتك في العمل تمنع من مزاورة المهنة فبالتالي عندما تقوم بالعمل يجب أن تأخذ مطعم الإنفلونزا فبالنسبة أن هذا قرار يعني طبيعي أظن في حالات أخرى حتى استقدام الوافدات مرات بجبروك على هذا الفحص بذكر أنا بزمان كانوا يعملوا فحص الإيدز بجوزة دولة شقيقة صحيح العراق صحيح يحد من التنقل للأماكن العامة إلا بأخذك لهذا المضروم هل ممكن أن ذا بهذا الاتجاه؟ يعني هنا صارت مش بس اللي قاعد في الأردن من دول السافر لا أنت تقدرش تراجع ولا دائرة حكومية ولا تسوي أي شيء هذا بفرنسا اليوم قاعدين بتحقظوا فيه يعني لا نعلم شو نوع القانون اللي رح يتم إقراره في النهائي ليه؟ لأن هذا القانون إلى تابعاته يعني كل من يأخذ اللقاح الدولة ستتكلف بمجانية اللقاح بدها تتكلف بتوفيره بآلية يعني إعطاءه هذه تكاليف باهضة مش كل الدول قادرة إنها تأخذ هذه القرارات خليني أسميها متشددة النقطة الثانية أنا بعتقد رح تتضح أكثر مع ظهور المزيد من المعلومات عن الحالات الوبائية في البلدان إن سرنا في هذا المجال وأن الكل بد يأخذ هذا اللقاح سيكون في ظل معلومات واضحة جدا عن مأمونية وفعالية هذا اللقاح فلذلك هذا القانون من المبكر أن تأخذه يعني أن نتحدث عنه في الأردن وحتى إن أخذته دولة مثل فرنسا أنا بعتقد دول أخرى في العالم لن يمر هذا القانون هو مشروع قانون هو مشروع قانون وبالتالي التجربة في بلد معين ليس بالضرورة أن تطبق في بلد آخر هل في احتمالية بأنه هذا التحور والتركيز الإعلامي عليه بهذا الشكل الذي بددته دكتور من خلال حديثك بأنه وضع طبيعي ما فيشها الإشكالية الكبيرة هل يعني هذا لدفع الناس إلى أخذ اللقاح يعني هل تتوقع أن يتم مثل هذا البوز الإعلامي على هذه القصة من أجل تسجيع الناس أو حثها بطريقة أكبر على أخذ اللقاح خصوصا أنه في حالة من العزوف يعني حتى في أوروبا وحتى في دول متقدمة من الولايات المتحدة الأمريكية في ناس كثير بيحكوا نحن نرفض أخذ هذا اللقاح خصوصا بعد ظهور شائعات كثيرة يعني تقديم المعلومات الطبية إعلاميا لتشجيع الناس باتجاه خطة علاجية معينة هذا ليس جديدا فنعم من الممكن استخدامها بشرط أن تكون هذه المعلومات صحيحة فهم عندما تحدثوا عن طفرات جينية هذا صحيح تحدثوا أنها قد تتسبب في زيادة العدو هذا صحيح يعني لم يكن هناك غواية غير صحية لكن ركزوا عليها لكن التكيز عليها هذا شيء طبعا إحنا بنحكي عنه يعني أنا اليوم من خلال جلستك توجهت إلى المواطن الأردني واستغلت الفرصة حتى أمغير معلومات عن التدخين والجلسة اليوم عن الكورونا فهذا شيء مستحب وأتمنى اليوم وأعيد مرة أخرى أن لا يليق بالأردن أن نكون في المرتبة الأولى عالميا من حيث التدخين أتمنى أن يتغير هذا الواقع وأنا كذلك أتمنى وإن شاء الله أنا كمان بترك التدخين دكتور بكرة أجانا اللقاح وأجتنا حصتنا بدأنا بتلقيح الناس اللي هم محسب التراتبية هل نعود إلى الانفتاح وهل تعود إلى الحياة كما كانت أم ماذا هذا السؤال اليوم كل الدول وكل المؤسسات الصحية في العالم تتحدث عن هذا الأمر اللقاحات اليوم اللي أنتجت كلها لا تمنع الإصابة بالعدوى بالضرورة يعني أخذت اللقاح وتعادلت إلى الفيروس الفيروس يصبح في جسمي لكن لا تظهر علي الأعراض الشديدة تظهر بطريقة مخففة ماذا يعني ذلك يعني أنني لازلت قابلاً وقادراً على نقل العدوى لأقاربي ولأهلي ولمجتمعي فإحنا اليوم بحاجة أن نطلب من الجميع المزيد من الصبر حتى في ظل اللقاحات سيكون هناك انفتاحاً لن تبقى الأمور بنفس الصورة لكن على مدى الشهور القادمة قد نطل إلى الالتزام بالكمامات والتباعد لدرجة قد تكون أقل من السابق ولكن مطلوب الاستمرار فيها ليه؟ لأنه مثل ما حكينا إحنا عندنا اليوم مليونين جرعة إذا أخذناهم حملنا كبار السن اليوم الموضوع ليس فقط الوفاة وليس فقط المرض لكن اليوم إذا أصيب شخص بالمرض بده يغيب عن العمل فالإنتاجية تقل اليوم إذا عندي أطباء أصيبوا بدهم يغيبوا عن العمل شو تأثير هذا على القطاع الصحي؟ معلمين أصيبوا وغابوا عن العمل شو تأثيروا على التعليم؟ أبس في حال أخذوا اللقاح يعني بيصير كمان في تحصين بنوع ما من الناس اللي إحنا خايفين عليها أنهم يتأذوا اللي هم الجهة المقطرة مزبوط إذا أخذ اللقاح هنا خفت هذه النتيجة لكن هذه الجهة اللي عم نحكي عنها أكثرها اللي هم من فوق الستين عاما إحنا بدنا ننظر أيضا للفئة العاملة وبشكل كبير الشريحة العاملة اللي ممكن أنها تمرض وتغيب عن عملها وتتسبب بعدوة شديدة وتؤدي إلى أغلاق قطاعات بأكملها من هنا اليوم اللقاح قد يمنع المرض ويخفف من شدته لكن قد لا يمنع نقل المرض إلى أشخاص آخرين لأن الفيروس موجود في جسمي أنا ما نصبت بس ممكن أنقوله إليك إلا في حال كل الشعب أخذ هذا اللقاح طبعا وهذا سيأخذ وقت هذا سيأخذ وقت لكن اليوم حتى نعود ونذكر مرض الإنفلونزا اليوم توصيات العالمية أي شخص أصيب بالإنفلونزا العادية علي أن لا يأتي إلى العمل لكن ليه منتحمل هذا من الإنفلونزا؟ لأن الإنفلونزا انتشارها أقل من هذا المرض الإنفلونزا الشخص يعدي شخص في هذا المرض الشخص يتسبب بالعدوى إلى ثلاث أشخاص أو أكثر فبالتالي انتشاره قد يشيل المؤسسة بأكملها لأنه انتشر بين كل العاملين بنفس الوقت نصبر مع بعض ست شهور الأولى من العام القادم وإن شاء الله بعد الست شهور الأولى ما نأمله أن يكون هناك انفراجا حقيقيا أبس يعني أنا داخل منك تصريح دكتور أنت من شوي حكيت بمجرد وصول اللقاح وبداية أخذه سوف تختلف الإجراءات فنبتدأ بالانفتاح ولكن برضو نطالب ببقاء الكمامة والتباعد يعني انفتاح مع حرص خلينا بس أنا أذكر شغلي بالنسبة لأخذ اللقاحات بدنا نتذكر أنه عملية أخذ اللقاح في بين الجرعتين ثلاث أسابيع على الأقل وفيش أربع أسابيع وبدك شهر بعد أخذ اللقاح حتى تتكون الأجسام المضادة يعني اليوم لو وصلنا اللقاح بشهر اثنين وطعمنا الكل بنفس الوقت وهو أمر صعب صعب ما بتنتهي أمورنا أو ما بتتحسن أمورنا نهاية شهر ثلاث أربعة حتى يعني مع بداية شهر أربعة تمام فلذلك أنا أتوقع أنه نحتاج على الأقل ست شهور من السنة القادمة قبل أن نستطيع أن نقول اليوم بإمكاننا التراخي قليلاً ما بيناس تفسرها أنه معناته ما فيه تعليم لا لا إحنا فيه خطط هاي الأشياء أكيد بتم وضعها والتعامل معها على هذا الأساس وأكيد الأمور سيكون هناك نوع من الانفراج لكن ما تقول جميع الدول اليوم انفراج بحرص العودة إلى الحياة كما كانت قبل هذا الفيروس لن تكون قبل نهاية 2021 يعني سنة 2021 ستكون لسا الحياة مختلفة عن ما كانت عليها قبل هذا المرض مع نهاية عام 2021 نكون أقرب إلى العودة إلى حياة السابقة الحياة الطبيعية ولكن مع النصف الأول من هذه السنة سوف نشاهد أو نلمس تفتيت هذا المتوقع لكن علمتنا هذه الجائحة أن كل شيء ممكن أن يتغير وأنا الآن أستشهد بما حدث في بريطانيا قبل التحور الذي صار على هذا الفيروس ظهر رئيس الوزراء البريطاني وقال سنخفف وسيكون هناك احتفالات وخلال ثلاث أيام من عكسة كل التصريحات 180 درجة فبالتالي نطلب من الجميع الصبر إمكاننا بالقطاع الصحي معتادين على هذه المفاجآت مرة أخرى نطلب من الجميع الصبر الحمد لله وضعنا مريح جدا علينا أن نبذل كل ما في جهدنا للحفاظ عليها طيب بما أنه إحنا ما عنا الآن اللقاح سلاحنا هو الكمامة والتباعد والتعقيم بماذا ينصح دكتور فراس يعني الناس بالشكل العام بنصائح بسيطة الأشياء الموجودة أنه نزود فيها أو نزود في أخذها في هذه الفترة وقد ترفع مناعتنا يعني حكينا طبعا في بداية هذه الأزمة أهم ما يميز هذا المرض أنه هناك أمور بسيطة تزيد من المناعة وهناك أمور تضر بهذا المرض بشكل كبير ما يحسن المناعة بهذا المرض طبعا الأكل الصحي ممارسة الرياضة أخذ القصط الوافر من النوم نستغرب لما نحكي بهذا الكلام الأشياء السيئة جدا متعلقة بهذا المرض وعلى رأسها اليوم يقع التدخين التدخين يرفع من مستقبلات الـ ACE2 اللي بيرتضط فيها الفيروس ظهرت إشاعات قبل فترة استخدم التدخين للوقاية من كورونا هذا شيء يعني عجيب أنه إن روج للتدخين للوقاية من الكورونا هذا غير صحيح على الإطلاق فبالتالي الإقلاع عن التدخين في هذه الأزمة مهم جدا النقطة الثانية اللي وجدناها والتي تختلف عن الأمراض الثانية كنا بيعرف عن الأمراض أنه مرض السكر والضغط وليها يقلل المناعة وممكن الإنسان يكون عرضة أكثر لكن ما وجدناه في هذه الأزمة أيضا السمنة من يزيد معدل معامل كتلة الوزن عنده أو البي أم آي عن الثلاثين يكون عادة أشد اختطارا من الأشخاص اللي هم دون معامل كتلة الوزن أقل من ثلاثين أو معامل كتلة الجسم فبالتالي اليوم في أمور باستطاعتنا أن نتحكم بها وفي أمو خارج إرادتنا وهي العلاج الذي ننتظره إن شاء الله إن شاء الله والتقدير والاحترام دكتور فراص الهواري رئيس المجلس الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية أشكرك على رحابة صدرك ونتمنى أن نكون جاوبنا اللي قاعدين بيسمعونا على أغلب حتى التشكيكات والأسئلة الغير متوقعة حتى نبدد هذه الضبابية الموجودة والتي تغلف الفكرة في فيروس كورونا خصوصا أن الخوف يولد أحيانا ضدات فعل تبنى على شائعات ولا تبنى على عقائق فكان معنا اليوم من يستطيع أن يجيب على كل هذه الأسئلة بحكم العلم والدراسة وبحكم الموقع في المجلس الوطني لمكافحة الأوبئة على من اللقاء فيكم في حلقة مقبلة من برنامجكم للحديث بقية كنت معكم أنا المحامي طارقة بالراغب وكرر شكري وتقديري إلى الدكتور فراس الهواري رئيس المجلس الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية وأقول في خاتمة هذا اللقاء بما أننا نمتلك الكثير من الإجابات ولكننا نمتلك حقائق ثابتة هي أن هذه الكمامة والتباعد والتعقيم هم السلاح الأول مقاومة لهذا الفيروس فاليوم حماية لأبنائنا وحماية لآبائنا ولكبار صرنا والمخطرين لدينا أن نزيد من هذا الالتزام على الرغم من أننا نلتمس زيادة في الالتزام وهذا يسجل لوعي المواطن الأردني والذي دائما سباق في مسألة الوعي وانتشاره اليوم بدلا أن نلتهي في كثير من الشائعات التي منها غف ومنها زمين أعتقد بأن التزامنا وتباعدنا والتعقيم سوف ينهي هذا الفيروس اللهم ارفعنا هذا الوباء وإحفظ الأردن قيادة هاشمية وأرضا طيبة وشعبا صبورا جسور الله يعطيك العافية وتفتور يعطيك العافية وتفتور اشتركوا في القناة